موسيقى موسيقى لقد سبق للهيئة الوطني لحماية المال العام والشفافية أن رسلت بخصوص الاختلالات التي تعرفها المحطة الطرقية سيد عامل إقليم والي الجهة ووزير الداخلية تشرح فيها الاختلالات التي تعرفها عقد المبادلة ما بين مشروع المحطة الطرقية التي ستكون بشاريع الكوليات والذي تم نقله عن طريق مبادلة في هذه البلاد تغيير تنطيق الموقع عرف مجموعة من الاختلالات ذلك أنه بشتبدل المحطة من شاريع الكوليات الهناية خاصة تكون مصادقة جميع السلطات المختصة هذا من جهة ثم ثانيا أنه كان نعاقد وحد المجلس بتاريخ 4 شتنبر 2019 نعقد بمقر شركة المحطة الطرقية المسافرية بالجديد هذا اجتماع اللجنة التقنية هاد اللجنة التقنية اشنو قالت رصدات مجموعة من الملاحظات بالنسبة للفندق عدم احترام تهوية والاضاءة بخصوص ما جاء في تشيد الفنادق مع استعمال اطارات زوزاجية وابواب داد جودة ضعيفة بالنسبة لبناية المحطة الطرقية عدم احترام تصاميم المصادق عليها باجتماع المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 11 دو جمبر 2018 احداث تغييرات من شأنها ان تسيئة الى فضاءاتها ورونقها وعلى سبيل المثال الحصل احداث واجهة للدكاكين على ارصفة الحافلات مما سيشكل عدة مشاكل وضواهر مشينة تشييد مقهى بغير موقعها وبمواسطة ضعيفة لا تتطابق مع طموحات اعضاء المجلس الاداري وخلصت اللجنة في الاخير الى ان المكلفة بالمشروع ملزم باحترام تصاميم المصادق عليها واعتماد الجودة في انجاز هذه المحطة دبها هادي وخرجته هادي اللجنة التقنية وجات لهنا ولقات بان هادي مشروع المحطة لا يخضع للتصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الاداري هادي اللجنة هادي طالبت بايقاف الفوري بالايقاف الفوري للاشغال الى حين الرجوع الى اللجنة التقنية بمعنى ان مشروع هادي المحطة اللي كان كيتش بجح رئيس المدير العام دي المحطة الطرقية وكذا رئيس المجلس البلدي اللي كي يقول لك بان هادي المحطة غتكون وفق معايير دولية بالله عليكم واش هاد المحطة هادي تستجيب لمعايير وشروط دولية واش هاد المحطة ستستجيب للمهانيين بعداك ديال هادك صحاب الكيران والطاكسيات وانتو ما كتشوفوا بانه هنا باركين عامر بالطنوبيلات وبقى مخدماتش المحطة بالله عليكم المحطة هادي ستطلعات فكال جديدة وكان من المفروض وخاصة ان المغرب مقبل على تنظيم كأس افريقيا في الفين وخمس وعشرين وكذلك من المرتقب جدا انه باش نظام اقصائيات ديال كأس العالم كان من المفروض ان الساكينات الجديدة تحضى بواحد المشروع ديال المحطة الطرقية اللي هو لمساحته كبيرة وايضا كان من المفروض انها تكون لمساحة كبيرة لعيش بس يجب المتطلبات ديال المهانيين بعداك انتم لاحظتم بان الصورتي والانترى ديالها لا يمكن ان يدخل جوش كيران لا يمكن ان يدخل جوش كيران زائد ان المساحة ديال هي صغيرة جدا زائد ان الغريب في الامر هو انه مكيش مغفر ديال الشرطة فينه المغفر اللي سيكون هنا فينه مادوك صحاب الناس طاكسيات اللي سيقوم بوانتاج بمعنى ان هذه كارثة كارثة جدا تتعرفها مدينة الجديدة نظرا لضيق المساحة ونظرا لكثرة السكان ديال المدينة الجديدة وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر